الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفخيرة إلى 11 ألف طن سنويا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق سام ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم الرئيس بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد طلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث أكد الفريق أسام ربيع أن قناة السويس الجديدة والتي تم افتتحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويا وزيادة عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يوميا وهو ما ساهم في وجود أو جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية كما لفت الرئيس الهيئة إلى مساهمة القناة الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة لتنفيذ استراتيجية تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة منح الحياة خاصة الفئات الأكثر احتياجا وذلك تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية وتم التأكيد على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة بزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي واستعرض رئيس الوزراء عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى المساعدات الأخرى قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن بلاده تحملت الكثير على مدار تسعة أشهر ماضية ومشددا على أن روسيا لم تجد طريقة لكسر أوكرانيا وشعبها وخلال كلمة ألقاها للأوكرانيين اتهم زلنيسكي موسكو بقصف مدينة خيرستون بجنوب أوكرانيا والتي تخلت عنها في وقت سابق من هذا الشهر حيث قالت سلطات المحلية أن سبعة قتلوا وأصيب واحد وعشرون في الهجوم ولفت أيضا زلنيسكي إلى استمرار وجود مشاكل في إمدادات المياه بخمسة عشر منطقة بالوقت الذي يتم فيه استعادة الكهرباء والتدفئة والاتصالات والمياه تدريجيا حذرت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي من أن الفقر المطقع في المنطقة سيطال على الأرجح 82 مليون شخص في زيادة مدفوعة ببطء التعافي من جائحة كورونا وارتفاع التضخم ويمثل الرقم الذي أعلنته المفوضية نحو 13.1% من سكان المنطقة وقالت الهيئة الأممية أن أرقام الفقر المطقع تشكل نكسة للمنطقة تعيدها ربع قرن إلى الوراء وفي أكتوبر الماضي توقعت الوكالة نمونا بنسبة تفوق التوقعات عند 3.2% في المنطقة ولكن هذا النمو يتوقع أن ينخفض بمقدار النصف في عام 2023 مع نمو متوقع عند 1.2% أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 32.943 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بينها 3.103 إصابات مصحوبة بأعراض وبهذا يصل إجمال الإصابات في بار الصين الرئيسي إلى 3.649 هذا ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة ليبقى إجمال الوفيات ثابتاً عند 5.032 حالة استهل منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم بتحقيق الفوز على منتخب سربيا بهدفين نظفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد لوسيل وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022 سجل هدفي البرازيل اللاعب ريتشاليسيون في الدقيقة 62.73 بهذا الفوز تصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وذلك بعد أن حقق الفوز على الكاميرون بهدف نظيف وتذيل منتخب سربيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل